اهلا بكم في قناة الابيا تي في وحلقة جديدة من حلقات التوقعات النهاردة معانا توقعات خطيرة لسيدة الالهام ليلة عبداللطيف قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول ويا ريت تتابعنا في قناة توقعات 2021 هتلاقي فيها كمان احدث التوقعات وحنبدأ معاكم بتوقعات ليلة عبداللطيف بتتوقع ليلة عبداللطيف ان الجسم الصحفي يتعرض لاعتداء كبير يؤدي الى غياب اسم اعلامي بارز وبتتوقع تغيير وتعديل بيطرق على جوازات السفر اللبنانية وذلك لاسباب امنية تتوقع كمان احتجاجات واعمال شغب بتقطع الطريق من والى بيروت بسبب حادث مؤسف بتتوقع كمان مشهد دماء وفوضى على ابواب احدى السفارات في لبنان والجيش وقوى الامن على ابواب تلك السفارة الانظار والاعلام تتجه الى منزل اللواء اشرف ريفي والاعلام لحدث ما طيران حربي فوق ترابلس والشمال والموقف يدعو للقلق الاغتيالات تكون مصدر تهديد لرجال الصفة الاول وقيادات 14 اذار خصوصا سنرى ثورة دموية بداية من عام 2021 يرافقها حرب وتكسير مصارف ومؤسسات واغلاق طرقات وقطع اوصال بيروت من الشمال الى الجنوب وسنشهد اقتحامات لعدة وزارات ودوائر رسمية وحكومية وحروب شوارع تدور والازمة المالية الطاحنة يرافقها عمليات سلب ونهب بسبب ارتفاع الاسعار ارى الاعلام اللبنانية ترتفع فوق مناطق لبنانية والشموع تنير الطرقات لحدث ما ارى الملفات التي اضناها البارود السياسي سوف تخرج وترى ضفء الشمس خلال المرحلة القادمة خصوصا ملفات المحاسبة والفساد في صيف 2021 تلت شخصيات سياسية بارزة ستكون تحت دائرة الخطر والتهديد صحة ميشيل سماحة ستكون على المحك والاعمار بيد الله سيشهد لبنان موجة تفجيرات جديدة والامن والجيش بالمرصاد سيتم الكشف عن اثار مهمة بالجبال وعمرها آلاف السنين اول ثلاث شهور في لبنان سيكونوا صعبين جدا جدا اسم محمد لرجل سياسي لبناني اراه في ضمة الله اقفال محطة تلفزيونية ثانية غير قناة المستقبل اما قناة المستقبل حنرجع نشوفها تفتح مرة اخرى تشهد شوارع بيروت ومناطق خارج العاصمة انتشارا مسلحا يثير القلق والجيش يتحرك ويكون له بالمرصاد مشهد غريب جدا على الشواطئ اللبنانية يثير القلق لبنان تتعرض لموجة اغتيالات تطال شخصيات قيادية تطبيق اللامركزية الادارية في لبنان قادم لا محالة والحديث عنه سيبدأ يتصاعد الايام القادمة لكن سيطبق في عام 2022 او 2023 طيران الشرق الاوسط حديث الاعلام والناس لحدث ما طائرة او طائرات ركاب حديثة يتسلمها الميدل است خلال المرحلة القادمة سيشهد لبنان خلال الاشهر القادمة حضور دولي قوي وفعال خاصة حضور فرنسا وبريطانيا ويظهر حضور يضع لبنان تحت المجهر بشخص قوي وبارز وشخصيات لبنانية بارزة ستضطر للاستقالة والهروب بعيدا عن الضجة الاعلامية وبعض هذه الشخصيات سنراها تحت قوى العدالة ومن الممكن ان نراها في السجن وبكده نكون وصلنا لاختام حلقة النهاردة من اخطر توقعات ليلة عبداللطيف لدولة لبنان بنتمنى الخير والسلام للبنان الحبيبة ولكل الشعوب العربية والاسلامية كل عام وحضراتكم بخير ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش وتابعونا على قناة توقعات 2021 ودومتم بكل خير وحب وسعادة